وتزامناً مع المناسبة أقر مجلس الوزراء اليوم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة لعام 2020-2025 كما جرى احتفال وطني تخلى له تكريم المساهمات في تنفيذ الخطة الأردنية لقرار مجلس الأمن الخاص بالمرأة والأمن والسلام احتفاء بإنجازات المرأة الأردنية ودورها في المؤسسات العسكرية والأمنية ومنظمات المجتمع الدولي كرمت مجموعة من السيدات اللواتي تركنا بصمة مميزة في سجل إنجازاتهن وكنا الشريكة الفاعلة للرجل في كافة المجالات حقيقة لما نحكي دعوة مديرية الأمن العام لمرتبات الشرطة النسائية هذا بيعتبر تحفيز لمرتبات الشرطة النسائية على هذه الدعوة دلالة على الاهتمام الكبير من قبلكم بالمرأة العاملة في جهاز الأمن العام وأيضا مهم جدا تفعيل دورها المجتمعي بالإضافة إلى دورها الأمني ودورها الشرطي لأننا دائما نحكي أن العمل الأمني هو عمل قائم على التشاركية رئيس ملتقى النهضة العربي الثقافي باسل أطراونة أكد على أهمية تطوير حالة حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص وأشار إلى أهمية دور الحكومة والمجتمع المدني التكاملي لتطبيق قرار مجلس الأمن 2325 حول المرأة والسلام والأمن وتعزيز وجود المرأة في كافة المواقع وصنع القرار قامت منظمة النهضة العربية بالتركيز على هذا القرار قرار 1325 أولا للاحتفال بالمنجز الوطني وجود خطة وطنية لتفعيل القرار الذي يضمن تواجد المرأة ومشاركتها في حفظ الأمن والسلام عن أي سلام نتكلم وعن أي أمن نتكلم هو سلام المجتمع هو سلام الوطن هو سلام جميع أفراد الأسرة الأردنية التي هي في ظل العديد من الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية وسوف تكون المرأة الرديف والشريك لحمايتها إن شاء الله المرأة الأردنية شريكة الرجل في صنع مستقبل بلدها في مختلف مواقعها وتكافح بكل قوة من أجل أسرتها في ظل الظروف السائدة من أجل العدالة والكرامة والأمان ليلى خالد رؤيا